السلام عليكم رصيد الدموقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب بل في وعي الناس جان جاك روسو بما أنني لا أود أن أكون عبدا فلا أود أن أكون سيدا هذا ما يعبر عن فكرة الدموقراطية إبراهام لينكول في أحد السنين حدثت انتخابات في أحد الدول الغربية فالصحفي سأل أحد أعضاء الحزب الحاكم فقال لمن تتوقع سيفوز في هذه الانتخابات فقال له للأسف نحن سنفوز الصحفي سأله طيب لماذا تتأسف قال لأننا يعني صار فترة طويلة في الحكم فنخشى أن يأتي يوم نخسر ولا نعرف كيف نعارض والمعارضة صار لها فترة طويلة تخسر وهي في المعارضة أخشى أن يأتي يوم تنفوز ولا تعرف كيف تحكم المعارضة جدا مهمة للدولة شبهتها في أحد المرات أنه مثل يمشي على قدمين قدم للحزب اللي يحكم وقدم للمعارضة هكذا هي تسير الدموقراطية بدون معارضة دولة عرجاء لا تبث أن تسقط نعم تتقدم لها خطوطها 13 تسقط لكن في الدول الاستبدادية في الدول العربية مستعد النظام الحاكم أن يقدم تنازلات في كل شيء إلا أن يقبل بمعارضة بل مستعد أنه يعني يقوم بأي مغامرة مهما كانت الدموقراطية أبسط تعريف إلها هي حكم الشعب نفسه بنفسه طيب عودا على قول جون جاك روسو الدموقراطية ليست في صناديق الاقتراح فحسب بل في واحد الناس ماذا إذا كان الشعب غير واعي كيف سيحكم هنا تبدأ المشكلة ولذلك رفض الفيلسوف سقراط وأفلاطون الدموقراطية اعتبروها حكم فوضى حكم الغوغاء لماذا؟ لأن الشعب الواعي هو فقط هو الوحيد المؤهل لأن يحكم نفسه بنفسه أما الشعب غير الواعي هذا الدموقراطية مصيبة وتنزل عليه البلدان العربية نعم قسم كبير من هذه الدول فيها مؤسسات دموقراطية برلمان أحزاب بها صحف بها انتخابات بحث كثير من الناس أو حتى هذه الأنظمة الحاكمة يعتقدون أنه هذا جدا كافي بحيث نحن نصبح في هذه الحالة أو أصبحنا دولة دموقراطية لكن المشكلة عندما تتبنى الدول العربية في دساترها المؤسسات الدموقراطية الواقع ما يتغير أبدا كأن الشيء اللي لم يكن هو هو الحكم الدكتاتوري أو دستور بمواد دموقراطية جدا رائعة وتداول وما عرف إيش من هذا لكن الوضع هو هو لا يتغير شيء إذن السؤال لماذا لم تتحقق الدموقراطية رغم أنه الدساتير العربية في هذه الدول تبنت الدموقراطية الغربية في معظم الدساتير العربية موجودة الدموقراطية ما تختلف عن الموجودة في فرنسا والسويد وهولندا في الدساتير الجواب أنه ما موجود بالدساتير العربية المأخوذ عن الدساتير الأوروبي هو لم تنتجه المجتمعات العربية إنما تم تبنيها تقليدا للغرب حتى نقول نحن بلد دموقراطي دون أي مراعاة لتاريخ هذا المجتمع دون أي مراعاة للعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدينية والتاريخية بكل مجتمع أبدا لذلك هو نبتة جاءوا بها من أرض ووضعها في أرض أخرى لا تلبث أن تموت إذن في العالم العربي يركزون على آليات ممارسة الدموقراطية نعم توجد حساب شكلية دستور بمواد هذه دستور مواد رائعة لا بس بها لكن من يطبقها يوجد فصل بين السلطات شكلي فصل يعني هكذا هذه موجودة لكن دون أي اهتمام بالإنسان وماذا ستفيد الدموقراطية أن لم يكن هناك اهتمام بالإنسان عندما يعامل الإنسان كجرز أو كحشرة ماذا تبقى من الدموقراطية إذن كل الدراسات المتعلقة بالدموقراطية تركزك على نحن عندنا جانب مؤسساتي يوجد انتخاب رئيس وزراء ما عرف إيش رئيس الجمهورية انتخابات قد يأتون برئيس جمهورية طرطور فوق رجل دين يتحكم به وهكذا رغم كل هذا اهتمامهم بانتخابات وبرجمال وكذا لا يوجد أي اهتمام بمفهوم الإنسان ولذلك لا يوجد أي اهتمام بهالحالة بمفهوم المجتمع المجتمع هو الذي يأدي دور مباشر في تكريس ثقافة الدموقراطية عندما تأتي للدموقراطية الدموقراطية عبارة عن وعي عبارة عن ثقافة عبارة عن تربية بالأساس إذن بعد بناء الوعي المجتمعي نستطيع بعدها أن نتحدث عن مؤسسات وبرلمان ودستور وأحزاب يجب بالبداية أن يتم بناء الفرد عندما يصبح هؤلاء الأفراد عن طريق التربية مؤهلين ذاك الوقت تحدثني عن مؤسسات وإلا كأنك كما يقول تقول الآية بئر معطلة وقصر مشيد إذن الحديث عن التربية التربية هي العمود الفقري لبناء شخصية الإنسان الدموقراطي لبناء مجتمع دموقراطي إذا كانت هذه التربية اللي يتربى عليها الإنسان منه هو الطفل الدموقراطية إذن سوف تخلط إنسان دموقراطي بمعنى إنسان يتقبل الدموقراطية إنسان عنده ثقافة دموقراطية تخول أني مارس الدموقراطية بكل حياته في جميع المؤسسات أما إذا كانت التربية استبدادية ما الذي سوف يخرج عنها سوف يخرج إنسان مستبد طبعا هو لا يوجد إنسان يولد مستبد ولا يوجد إنسان يولد ديمقراطي أو عنده ثقافة ديمقراطية لا المجتمع هو اللي يخلق إنسان ديمقراطي أو يخلق إنسان مستبد يكون ضحية هذا المجتمع إذن عندما نتكلم عن فشل التربية في بناء الإنسان إنسان ديمقراطي في مجتمعاتنا نحن نتكلم عن أسرة فاشلة الأسرة هي اللي فاشلة التعليم فاشل النخب فاشلة الإعلام فاشل فشل 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 في كل شيء ما الذي سوف ينتج عن هذا فشل هؤلاء هم الأسرة الفاشلة والتعليم الفاشل والنخب الفاشلة والإعلام الفاشل هم المساهمين في بناء وعي مجتمعي طيب إذا كان العكس هو الصحيح بمعنى أن هناك المؤسسة التعليمية هي تدفع بك إلى عكس الديمقراطية تذهب إلى المؤسسة الدينية تدفع بك إلى عكس الديمقراطية الأسرة بيأكملها تدفع بك العكس الديمقراطية يعني ما يتركوك بدون تعليم لا يعلموك النقيض إذن ما الذي سوف ينتج عنه هذا كيف لطفل تمارس عليها سلطة أبوية قهرية في الأسرة أن يكون ينشأ ديمقراطية كيف لطفل تمارس عليها سلطة تعليم من قبل مدرسة متخلفة همجية أسلوب همجي أن ينشأ إنسان ديمقراطية كيف يمكن لسلطة اجتماعية بالمجتمع أو حتى السلطة الإدارية في أي مرفق عمومي ممكن أن تخلق إنسان ديمقراطي اذهب إلى أي دائرة في دوائر العالم العربي وشوف الدمقراطية على طبيعتها أحقر موظف أصغر موظفي هنا أكبر إنسان ما يحترمون أي أحد بالأضافة إلى التربية الدينية اللي يتم الفرد يتلقاها من الأسرة ومن التعليم ومن الجامع ومن الأجهزة التواصل ومن التلفزيون ومن غيرها وأنا هنا لست ضد الدين بل ضد التربية الدينية التي تخلق إنسان مستبد كاره للآخر كاره لكل شيء جديد معادل العلم معادل الحضارة الغربية طبعا إذا ذهو 24 ساعة راح يسمع أحمد الوائلي ويسمع متولي شعراوي يعني إش راح يطلع مهندس طائرات طبعا راح يطلع لك إنسان حال حال البقية إذن من أين سوف تأتي الدمقراطية كيف تنشأ ثقافة الدمقراطية وهو في كل نوحي يصفع من الطفولة حتى البلوغ في مجتمع استبداد هذا إذا استتتنين العشيرة وما أدراك ما العشيرة يعني من النقطة اللطيفة إنه في دولة العراق الدمقراطية الآن نواب ثنين يمثلون الشعب منتخبين دمقراطيا يشاجرون بيراتهم كل شخص يهدد الآخر بعشيرته وهم منتخبون دمقراطيا دمقراطيا والمفروض يمثلون القانون بتحصدت القانون هؤلاء هم اللي شرعونا تخيل إنه هؤلاء هم اللي شرعونا قوانين لذلك عندما يكبر الإنسان سوف يجد نفسه مؤهل بإعادة إنتاج استبداد آخر سواء كان هذا الشخص مدرس موظف أب أسره سوف ينتج أسره مشوهة مثل بالضبط وهكذا كلما دخلت أمة لعنت أختها إذن هناك لوعي من الدمقراطية دمقراطية تعتمد على مفهوم شكلي بالدمقراطية نسوي لهم انتخابات كل 4 سنين 5 سنين نمددوا السلطة مدى الحياة برلمان طراطير يناقشون مسائل ثانوية أين نضع صورة السيد الرئيس نحتفل بعيد ميراد السيد الرئيس وعايفين البلد بجهنم هكذا هي هذه الدمقراطية اللي موجودة بالعالم العربي والإسلامي لا وتوجد دمقراطية تعتمد على الممارسة الثقافية تربية سلوك اجتماعي شكلا ومضمونا في جميع نواحي الحياة ومما أنت جدت لك مجتمع مصالح مع نفسه الأولى تطبيقها جدا سهل اللي بالعالم العربي سهل جدا برلمان من التراطير ممكن يعني أمام العالم عندنا برلمان يعني أصلا توجد دول بالخليج لا يوجد عدها حتى برلمان ولا حتى دستور هسا عندما تقول السعودية حتى دستور ما عدها لكن بريطانيا العظمى أيضا ما عدها دستور يعني هو التمثيل بريطانيا العظمى قوانين قوانينك قوانين قابلية همجية قوانين شكرا لابن سلمان مؤخرا يعني بدأ يعني يقضي على هؤلاء الثلة المتخلفة الهمجية لا حد ما لكن هي توقع بلد بدون قوانين وبدون دستور بريطانيا العظمى على أقلها قوانين تمشيها وبريطانيا الماغنا كارتا من 1200 سنة 1200 ميلادي بعد روحي يعني صار لهم تقريبا 900 سنة إذن هاي سهل جدا يسوي لها برلمان صوري وأحزاب ممكن هذه الأحزاب المعارضة تقول نحن نرشح الرئيس لأنه ننتخبه ما يرشحوا المعدن ماذا من توجد هكذا أحزاب أو الثانية لا الثانية بالدموقراطية تعتمد على البناء المجتمعي وعي مجتمعي على مرسنوات تراكم ليست عقود بل قرون تربية على مدى قرون مجتمعية أصبح بلد دموقراطي إذن عندما نأتي للدموقراطية الحقيقية الدموقراطية الحقيقية تتكون من أمرين أولا دموقراطية مؤسسات برلمان حقيقي تداول للسلطة حقيقي حرية أحزاب حرية صحافة حقيقية فصل بين السلطات حقيقي هذا جدا مهم هاي أول نقطة وثانيا الدموقراطية سلوك اجتماعي هذا بالأول مثل القانون الدستوري بالثاني وهو سلوك اجتماعي مثل من علم النفس السياسي علم الاجتماع السياسي أنه كيف نخلق فرد دموقراطي لذلك دموقراطية الحقيقية تظهر عدما في مستوى وعي الأفراد في ثقافتهم في بناء المؤسسات إذن يجب أن نركز على كيفية بناء وعي مجتمعي هذا العلم المجتمع ما يتحقق بيوم الليلة بناء تاريخي تراكمي يستمر سنين طويلة بعدها نتحدث عن هياكل سياسية برلمان وفصل السلطات وغيرها ودستور نعم كثيرا ما نسمع أنه تطبيق دموقراطية لكن هذه نكتة أيضا يعني هي ليست وصفة جاهزة تستوردها كما تستورد الدواء أو السيارات أو جهزة الحاسوب ونبدأ نطبقها الدموقراطية ثقافة الدموقراطية يجب أن تنبت في في نفس الأرض يجب أن تزرع وتسقى وتراء يتم رعيها إلى أن تنمو أبعد من ذلك بكثير نحن نتكلم عن تاريخ أمة عن مشروع مجتمع يأخذ قرون وليست عقود بنى تدريجيا هاي عندك أوروبا انظر تاريخها الدموقراطية أصبحت يوم وليلا ياما وياما أصبحت انتكاسات في هذه الدموقراطية ثم ترجع تنتكس وترجع مرة ثانية وكذا حتى وقفت على أقدامها وأصبح رئيس الدولة موظف وأصبح ونواب البرماني مثلون الشعب هذه هي الدموقراطية أكثر ما ما تعتبرها مرتبطة باعتبارات قانونية والسياسية إذن ما هو الحل هو واحد من الاثنين يأما أن يتم بناء مشروع وعي للعالم العربي عن طريق المصادر اللي اللي تصنع هذا الوعي أسرة حقيقية تعليم حقيقي إعلام حقيقي نخم حقيقي أو هاي سلم لي كل وحدة سلم لي عليها فد مئة سنة أو ماذا أو نترك بلده يعني هكذا يعني نترك طبيعته بحيث هي الأزمات تصنعها وهذا يأخذ لوقت يعني جوز فد ألف سنة ألفين سنة نعم كما أنه العالم الغربي يعني الدموقراطية بدأت بالعالم الغربي يعتبرها من سنة 1200 بدأت الماقنا كارتة لحد الآن جهاد كفاح مرير جدا جدا فيجب أن تمر بكل هذه الأمور وتوصل إذا ما وصل إلى الغرب وطبعا من توصل ترى أن الغرب أيضا بتقدم عليك في ألف سنة يعني هو مثل جهاز الحاسوب أنت لماذا تتعب وترجع مثلا على سبيل المثال للحضارة العربية الإسلامية وتبدأ من جديد تكتشف قوانين الجاذبية وقوانين الكم وما أعرف والعلوم والرياضيات وبنفسك بنفسك تصحها أو تستوردها وتعيشها وهنا رح تسأني طيب ما أنتقرت أنه الاستيراد ما يفيد هنا أتحدث عن الأسرة وتحدث عن التعليم وتحدث عن إدارة الدولة وتحدث عن النخبة هؤلاء اللي محيرني لماذا لا يقومون بدورهم في عملية النهوض بهذا المجتمع بالأسرة بالتعليم ابدأ بالتعليم راح تتقدم خطوات للأمام ابدأ بالأسرة اقطع هذه الحركات الهمجية والمتخلفة اللي ما تعلم غير الكراهية وكذا عن المجتمع بالقليل هاي خطوة سوف تكون إلى الأمام بكل الأحوال يعني قربما ما اتطورت ما أصبحت دولة دموقراطية حتى تنشت لهذه الأمور الأسرة التعليم النخب هؤلاء اللي هم نهضوا بها ابدأ بهذه الأمور وشوف إذن عندما نتحدث عن الدموقراطية الدموقراطية على العكس من الدكتاتورية تمتلك عناصر ومعاني جدا كثيرة بالدموقراطية وجود تعدد أحزاب تعال على سيادة القانون تعال على منظمات مجتمع بدني هاي الطرف أساسي بيأكملها في العقدة الاجتماعي دستور يحمي الحقوق والواجبات ويحمي الدموقراطية حيث الاعتدال حيث المساواف كل شيء حيث الحفاظ على صلاحيات كل واحد حيث كل الحدود السياسية كل معروفة الهيئات الحاكمة قضائية تشريعية تنفيذية هاي بيأكملها إلى صحافة حرة إعلام حور حتى يكون الفرد من حق أن يعبر عن آراء على سبيل المثال في تواصل الاجتماعي في الإعلام هذا رأي سوف يكون مفيد وليس أن الإعلام يكون تابع للدولة هاي مصيبة أن الإعلام يسبح للدولة الإعلام هو يقوم الدولة هو يوجه الدولة هو ينقض الدولة إذن لا يمكن نجاح الدموقراطية دون الاعتماد على ماذا على ميزان أقلية واكثرية تفوز الأكثرية هي تشكل حكومة وكذا الأقلية لا تبقى بالمعارضة صحيح الدموقراطية هي مو نظام نظام المئة بالمئة لكنها مع ذلك هي نستطيع أن نقول عنها نظام الخمسين زاد واحد خمسين بالمئة زاد واحد هاي أبسط تجلياتها في حكم الأكثرية خمسين زاد واحد يشكل حكومة لكن مع ذلك يبقى نصاب الثلاثين هو الميزان الحقيقي إلما للأكثرية كثير من القرارات والقوانين والمواد الدستورية والتعديلات الدستورية والاستفتاءات أو الدخول في حرب أو تحالفات أو غيرها لا هاي منوط بحكم الأكثرية اللي هي الثلاثين من أجل أن نتعبر عن رأي أكثرية المجتمع عندما تحدث عن أكثرية وأقلية مو دينية أكثرية دينية ومذهبية وعرقية لا سياسية طيب ما هي الدكتاتورية الدكتاتورية واضحة هي حكم الأقلية سواء كان فرد سيد الرئيس القائد المهيب الركن إذا آخره سواء كانت عائلة عائلة الأسد أو البناصر أو غيرها أو عشيرة وليست عائلة مثلا عشرة البناصر عائلة الأسد أو غيرها أو مثلا قد يكون حزب حزب البعثة والجبهة الوطنية ما عرف إيش الحزب الشيوعي في الصين أو كما كان سابقا تحزفدي هذا هو النظام الدكتاتوري أعرف أنه إذا حزب واحد عائلة أو رجل واحد هذا الدكتاتوري وهذا كثير من الناس بنى عمر سعد القمر نعم لكن لا يذب أن يسقط مساوى الديمقراطية أفضل من حسنات الدكتاتورية هتلر بنى وبنى بنى من 32 33 هو يبني ل39 يكبر مساحة ألمانيا ألمانيا فوق الجميع وأصبحت بالفعل هتلر يعني قاموا بأمور جدا عظيمة للشعب الألماني التفاقيات مذلة قضى عليها رجع عراضي بشكو ستفاك ما عرف إيش سعد سعد هتلر بكل الأرضية كلها انغرت بي حتى الدول على مثالة إيران العراق مصر بقتها كلها مع هتلر انتصارات عسكرية ساحقة ثم لابث لم يلبث أن وقع وقع شنعا وموسالين وقال لماذا؟ لأنه هذا الحكم الواحد حكم العائلة الوحدة الفرد الواحد الحزب الواحد الحزب النازي أو الفاشي أو الشوعي مهما يعمر مهما يبني بالأخير صرح خراب بحيث قبل ما يستلم السلطة كانوا عايشين ابن عيم أضيفي لكل ذلك الدكتاتوريات ما تحترم رأي الأكثرية أبدا بل هي تقمع الأكثرية بس تطيع وتوالي واللي ما يوالي انتهى بمعنى أن الدكتاتورية هي ليست نظام حقوق الطالب بها لا أن تصنون سن انت حشره لا أكثر ولا أقل على العكس منها النظام الديمقراطي نظام يضمن لك كل حقوقك رئيش الدولة ما يستطيع بكل موحدة أن يسيلك ولذلك معظم الناس في الغرب ما يهمهم من الذي يحكم لربما تتفاجئ أنه يتوجد دول ما يهمها من رئيس دولتها مثلا السويسترا ما يعرفون من رئيس الدولة كثير من الناس هي عبارة عن يعني مثل مجلس حكم كل فترة واحد شخص يتولى للحكم مو مهم لكن المهم نتائجها قرارات الحكم مردودها علي اقتصاديا وسياسيا ورفاهيا ومع كل ذلك الانتخابات هي ليست كل شيء وهؤلاء يعملون انتخابات مساكين بالفعل هم يشعرون بالخجل من دول عالم أنهم بالقرن الواحد وعشرين وهم أنظمة طاغوتية ومستبدين فيش عمر الخجل فيعملون أنظمة ديمقراطية وانتخابات وكذا انتخابات من كل شرعية ليست كل شرعية كما موجود بالعراق انتخابت انتهوا أربع سنين افعلوا ما تشاء لا هاي مو ديمقراطية نتائج الانتخابات ما تعبرك عن ديمقراطية حقيقية أبدا يعني هناك مشكلة أكبر من الانتخابات احنا الانتخابات هي عقد بين الشعب وبين الحزب اللي فاز فاحنا جعلناك تفوز موت تسرق وتنهب والدمر البلد واموال توديها الدولة الدولة أخرى وتعبث وتقتل ولا من تخبيك لا احنا انتخبناك بشرط خبناك بشرط اداء حكومي تراعي به اللي ينتخبوك والشعب بيكمله حتى اللي من تخبوك اداء حكومي يحقق مطالب بالاقتصاد بالسياسة بالحياة الاجتماعية بالرفاهية بابابابا لكن هذا المفهوم ما موجود فهم يضرعون نحن شعب انتخبنا خلاص انتخبك اهجم البلد هجم لا ليس هكذا ما هكذا تولد الابل الاغلبية الحاكمة لا تملك يعني دستوريا هناك مبادئ وتقاليد بالدمقراطية لا تستطع ان تنكر حتى حق الاقلية السياسية الاقلية هم ليس كما تراهم قد يكونون خمسين عضوهم وجزء من مجتمع كبير قد يصل الى الملايين عدم حقوق يعني يمثلون يمثلون مجتمع او مجموعة كبيرة من الناس عدم حقوق سياسية مدنية ثقافية اجتماعية بمعنى انه الاكسرية اللي فازت ما تلغي حقوق الاقلية ولذلك لا تسن القوانين وفق رغبة الاكسرية حتى في الدول الديمقراطية طيب ما هم اكسرية لماذا لا تسن القوانين يجب ان يكون تضمن مصالح الاغلبية الاجتماعية اللي يتمثلها لربما اقلية سياسية اكثر هذه قد تكون من الاغلبية السياسية اللي موجودة بالحكم اللي تحرص في احيان كثيرة على التسيد والحيمن وغيرها لذلك دعم هناك مجالس ملحقة مثل مجلس الشيوخ لا يتوازن يعمل توازن بكل بكل الاحوال من الاحية القانونية من اجل ضمان حقوق جميع المواطنين بما فيهم الاقلية وحتى الاغلبية هناك دستور ومؤسسات ومحاكم دستورية هي التي قائمة من اجل فك الارتباط بين هذه المؤسسات السياسية ولذلك إذا أريد نعرف الدكتورية هي حكم شخص فرد أبسط تعريف الدمقراطية هي حكم قوانين هي ليست حكم أغلبية وانتهى الموضوع وليست الانتخابات وانتهى الموضوع وليست الفصل بين السلطات وانتهى الموضوع لا قانون فوق الجميع قانون هو الأساس يوجد أحد المورخين اللي تحدثوا أو كتبوا عن تاريخ الحكم بالولايات متعدل الأمريكية قديما يعني بعد العباء المؤسسين فقال عبارة جدا جميلة قال لا ريب لا ريب أن الأمن المنشود الذي يصب إليه الدستور في إقامة حكومة قوانين وليست حكومة أشخاص هذا يكشف هو يستمر يقول يكشف عن تلهفنا إلى أن تكون مصائرنا معلقة لا بالنزوات نزوات للدكتاتور أو طبقة حاكمة أو أغلبية شعبية بل بمن تكون مصائرنا معلقة بأسس ومبادئ جوهرية هذه المبادئين على ماذا تقوم تقوم على حكم العقل والقانون هذا بداية الدستور الأمريكي يقول الحمد لله كل أمن قبل تأسيس الدستور أنه نريد حكومة نريد دستور ما نريد نربط مسائرنا بنزوة قال حرب حرب أمجاد ابنه كذا مبنزوات ولا تريد تبني تاريخ بروسنا نريد قوانين ثابتة ستصير إلى الأبد ولهكذا صعدت أمريكا إلى بحيث السيدة العالم بأكملة بمن السيدة العالم هي كانت مستعمرة بريطانية سيدتها بالقانون بالأباء المؤسسين توماس جيفرسون جورج واشنطن جون آدمز هؤلاء الأباء اللي خلقوا دستور عظيم مو مثل آباءنا المؤسسين هؤلاء المخابيل اللي بثورة العشرين ضد الاستعمار وإحمد عرابي والمهزومين والمأزومين هؤلاء آباءنا المخرفين لذلك اللي اللي موجود حاليا بمجتمعنا هو اللي حذر منا فلاطون وسقلاط وأرستون لأنه يعتبر أسوأ أنواع الدموقراطيات هي دموقراطية الأغلبية الغوغائية هاي اللي مثل تزم بأي قانون كما موجود الآن في العراق على سبيل المثال ولذلك الدول العربية بيكملها وليس العراق العربية اللي علق لها عندها أحزاب وبرلمان وكذا هذه تعبير صريح جدا عن مخاوف أرستو بحيث عندنا الآن مو برلمان وإنما مجموعة غوغائية من الناس يعني كأنه ما اختلفت عن العشيرة عن نظام العشيرة برلمان هو عبارة عن عشيرة أو تجمعات دينية أحزاب دينية وإلا تحدث عن قانون لا يوجد أي شيء اسمه قانون الإنسان اللي يريد يعيش حياة كريمة في مجتمع من المجتمعات هذا يتوقف فقط على قدرت على العيش وفقا لأحكام القانون مو يجي صدام حسين يقول ما هو القانون القانون هو سطرين يوقع تحتهم صدام حسين بربك هذا اللي هو يسمع رسطهم مو يشقق ملابسه ويطلع ويصلى خبشا ورع أثنى القانون هو سطرين يوقع تحتهم صدام حسين وتتخيل يعني تخيل كيف هذا الأرعن تحكم في مقدرات بلد عشرين سنة أو أكثر تعيش إنسان محترم عندك كرامة تعيش بلد يطبق القوانين أما النزوات لا هيتنزك إلى أسفل سافلين نعم تدل التجارب التاريخية للإنسان على أن القانون لا يتوفر إلا في ظل نظام ديكتاتوري أبدا إلا في ظل نظام ديمقراطي إذا نستطيع أن نصف نظام ديمقراطي بأنها القانون نظام ديمقراطي يعني قانون قانون يعني نظام ديمقراطي بما في ذلك تطبيق الدستور والفصل بين السلطات وغيرها من هذه الأمور يقول العظيم الفيلسوف جون دوك في مقالة حول الفهم البشري إن الله صمم الإنسان ليكون مخلوق قابل للتجمع قابل للمجتمع قابل أن يعيش حياة اجتماعية الله يقول جون دوك لم يخلق الإنسان من أن يجعل فقط ميال ومضطر لاتخاذ صحبة مع نوع البشري كما تفعل قطيع الكلاب والذئاب لا إنما يستمر جون دوك يقول إنما الله جهز الإنسان باللغة جيد جدا وماذا نستفاد من هذه اللغة يا جون لوك هوبز قبل أجواب على هذا الشيء قال تعتبر الدولة نتاج اللغة ولذلك الحيوانات لا تستطيع أن تنشئ دولة لأن ما عندها لغة لأن الدولة تحتاج إلى تعبير طيب إذا أت ما تخليني عبره وفلان ما يعبر عن رأيها وفلان ما يعبر عن رأيها كيف سنتج دولة لذلك حرية التعبير بين قوس هي الدولة كما يقول توماس هوبز وكما يقول جون لوك هو يقول الله خلق الإنسان قابل لأن يعيش داخل المجتمع وزود الله زود الإنسان باللغة اللغة هي الدولة الدولة هي اللغة تعبير نعم لا توجد في الدكتاتورية غير لغة واحدة دمقراطية أيضا بها لغة واحدة لكن الدكتاتورية لغة واحدة صوت واحد أما الدمقراطية لغة واحدة ولكن عدة أصوات كل واحد يقول صوته بما يريد يشتم يسب يؤيد يعارض يقول ما يريد وهذه هي الدمقراطية وهذه هي ما موجود بالدولة الغربية الآن لن يكون موجود حتى في الدولة الموعودة اللي هناك مذاهب وأديان يحلمون دينيا وعقاديا أنه هناك دولة ستكون بعد مليار ومتين وخمسة وعشرين ألف وثلاثمائة سنة دولة لا الموجود الآن بسويسرا وبقية الدولة أفضل من الدولة الموعودة بديانات وأفضل من الدولة اللي حكموا بها كل الأنبياء راح تقول لي وسلبياء نعم سلبيات أنا مستعد إذا تعدد لي عشرين سلبياء عدد لك خمسين سلبياء لكن نحن نتحدث عن أنه لا يوجد استبداد ولا قهر ولا قمع رئيس الدولة موظف قوانين واحترمة هذا أحي يحدثني استعمار ومعرف إيش وكذا ومثلية جنسية وكذا لاحظت هو وين يتحدث بكل الأحوال التنظيم القضائي هو أحد أهم أسمام أحد أهم سمى بالدولة الديمقراطية القانون أهم نقطة بالدولة الديمقراطية مو سطرين يوقع تحتهم أبو الحفرة إذن إذا كانت الدكتاتورية تختصر وطن بيأكملها بشخص واحد الدولة بيأكملها تختصرها بسلطة شخص واحد توقيع واحد لا الديمقراطية تجعل لكل الأفراد أسياد السيد الأمة من خلال سيادة الدولة كلهم يصبحون أسياد هؤلاء الأشخاص أمر ماذا أمر العقد الاجتماعي هذا العقد العقد الاجتماعي اللي يحقق كرامة للمواطن كما يقول الفيلسوف جان جاكراوسو في العقد الاجتماعي إذن منذ البداية عندما ظهرت نظرية الحقوق الطبيعية حتى بلطن السادس عشر كتب الفيلسوف العظيم جون لوك كتب عن الحكومة المدينية قال ما سوف يصبح فيما بعد قاعدة في جميع الدولة الدموقراطية كتب لك يولد الإنسان للحرية التامة الإنسان يولد للحرية التامة متمتع بدون تحكم أو سيطرة بكافة الحقوق والامتيازات التي وفرها له الحق الطبيعي متساوية مع جميع الآخرين في كل مكان هذه الحقوق هذه الامتيازات هي الآن أصبحت جوهر النظام السياسي النظام الديمقراطي الذي يقوم يعني واللي تجمر الحاكم على أن لا أن يكون حاكم عادل يحكم حسب الدستور وحسب القانون في إطار القانون اللي يضمن المساواة جميع الناس وحسب القانون اللي يعطي حريات التعبير ويسمع جميع وجهات النظر من أجل أن يتلقى معلومة صحيحة بالعكس هو أصلا عندما تكون عدة آراء بصالحة قد شخص يقول له لا ندخل الحرب نحن لا نستطيع طيب إذا ما حد استطاع أن يقول له مثل أبعدايا ما حد استطاع أن يقول له لا تحتني الكويت لا تحرب أميركا اهدأ هذا بالتالي سوف يوردك موارد الهلاك إذن نحن أمام نظرية عظيمة سياسية القانون هو أساسها هو اللي هو يقوم بتطبيقها حسب جون لوك أن القانون الذي حكم آدم هو نفس القانون الذي حكم ذرية آدم يستمر يقول تطور هذا المفهوم يعني حسب جون لوك أن الأفراد الذين يهتمتعون بشكل طبيعي بحقوقهم بكونهم أحرار مساوين ومسيطرين هؤلاء الأفراد لا يتنازلون عن أي حق من حقوقهم لا يتنازلون بها لأي سلطة لأي رجل لأي تكوين لأي دين لأي مذهب ما يتنازلون عن حقوقهم الآخرين دون موافقتهم ودون رضاهم حتى لو يطروا طر أربع وصل إذن هذا معنى العقد الاجتماعي اللي يتحدث عنه روسو جون لوك وتحدث عنه جون ستيوارد ميل يوجد منظمات مجتمع مدني السعام في الحكم إذن هدف الحكم في العقد الاجتماعي هو حماية الحياة حماية المكية الفردية حماية الحقوق والحريات والواجبات توفير الأمن هذه الحقوق كما يقول جون لوك طبيعية تولد مع الإنسان هي ليست هبة من فلان أو حزب أو رجل دين أو نبي أو إمام أو قائد ضرورة لا هذه حقك أنت ولدت حر إذن ينبغي أن ما نستهين بهذه العلاقة بأن النظرية السياسية التي يقوم عليها النظام الحقوقي للدولة وبأن استقلالية المجتمع استقلالية منظمات المجتمع المدني هذه من نظمات اللي هدور جدا كبير في تطور المجتمع إذن الحيز اللي يتحرك به هو منظمات المجتمع البدني هو الأحزاب السياسية لذلك العقد الاجتماعي ما يجز له السلطة السياسية لاستيلاء على المجتمع وبالكامل وأن يكون فقط ألها أبدا على سبيل المثال تعالى على حرية الصحافة رغم أن فرنسا بالقرن التاسع عشر كانت دولة ديمقراطية لا حد ما لكن حتثت معارك جدا كبيرة حتى استطاعت الصحافة اليوم أن تصبح حرة في العالم الحر في القرن العشرين في بداية القرن التاسع عشر لحد القرن العشرين كانت هناك معارك جدا كبيرة من أجل حرية الصحافة الصحافة ما أتت حرة هكذا بل قطعة شوط جدا كبير استغرق تقريبا القرن التاسع عشر بأكمله لحد بداية القرن العشرين والصحافة والصحفيين يدافع أن نحن حقوقهم تعال على سبيل المثال على فرنسا فرنسا يعني بالقرن التاسع عشر تقريبا هي أفضل مكان عندما نتحدث عن الصراع بين السلطة الحكمة وبين الصحفين من أجل حرية الصحافة خلال القرن التاسع عشر بأكمله كان هناك نضال في سبيل حرية الرأي لا سيما حرية الصحافة نضال أنه ضد الحكومة التي تصرف بكيفها بمعنى أن الحكومة صدرت تقريبا سنة 1830 قرار هذا القرار كان موجه ضد الصحافة أنه ما حد ينشر أي مقال أي كذا أي كتاب أي مطبعة أي منشور ضد الدول إلا بموافقة مسبقة إلا كذا إلا كذا بقوا خمسين سنة في صراع مع هذا القرار ينصدر سنة 1830 الحد 1881 خمسين سنة تقريبا يصدرون مع الدولة إلى أن صدر قرار اللي هو ميثاق الصحافة اللي أنقذ الصحافة من من تلك الاستبداد غير المباشر مقبل الحكومة اللي يجب أن يعني موافقة مسبقة قبل أن تنشر أي كلمة رقابة يجب أن يكون كفيل يكفلك حتى نس تنهزم نسجن الكفيل إذا كتبت منشور ضد الدولة أو غيرها لاحظ الجهاد اللي خاضته الصحافة كل جزء من أجزاء الديمقراطية هو عاش حرب حرب طويلة لذلك قد يقول شخص هذه مسألة جدا هنا يعني حرية الصحافة كذا لا حرية الصحافة موهينة حرية الصحافة يعني حرية مجتمع حرية أشخاص حرية منظمات مجتمع مدني يعني هي أساس العقد الاجتماعي إذن هذه بأكملها أدت إلى تقليص سلطة الحكم المطلق دستوريا عن طريق هذه النظال الذي تتوج بماذا هذا النظال للصحافة وغيرها من الأحرار ونظام المعسسين بأميركا الصورة الفرنسية الليبراليين بأميركا والليبراليين بإنجلتر بأكملها صراع جدا طويل بينهم بين السلطات الحاكمة تمخذ عن ماذا هذا وآخر شي نختم الحلقة به تمخذ عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 هذا اللي أصبح هو أعظم وثيقة أنتجتها البشرية على الأطلاق هذا اللي أصبح الصياغة القانونية لأي بلد الليبرالي علماني يحترم نفسه هذا القانون اللي لا زالت أنظمتنا الهمجية والمتخلفة هذه الأنظمة القومية والدينية اتحارب هذا القانون حقوق الإنسان وإلا ماذا يعني هناك خصوصية قومية وخصوصية دينية وكذا وهذا ينتهكها بل القصد من عدن فقط استمرار الاستبداد لكن هيات لابد أن يحدث نفس الصراع اللي حدث في أوروبا ولابد أن تتمخذ النتائج بالأخير عن بلد حر مستقر يحكم قانون دموقراطية لا سيد رئيس ولا ما أعرف إيش قوانين مجتمع بلدي مدني أحزاب صحف تداول سلمي للسلطة وغيرها لابد أن يأتي يوم بتاعت حلقة اليوم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر